عملت اعمل فيديوهات للإندية كلها وناس النادي الأهلي استحالة طبعا إنسان ناد الأهلي وجمهيره مع العين من طبعا أنه لازم الكاوكبير قوي بس النادي الأهلي محترم وجمهيره ومحترم ما اللي بيتابع القناة اللي بتفهم كورة منهم فالنهاردة الفيديو على النادي الأهلي وطبعا ماتش وفاق ستيف البكرة الساعة الساعة بتوقيت القاهرة الساعة 11 بتوقيت الإمارات ملعب السلام ولقاء الذهاب بنصف النهائي الأفريقي هل الأهلي وفاستيف الأهلي ومسلسل بتاعة مباراة الأهلي خسر ممتش واتعاد المباراتين وخسر صحب بالنسبة للدولة لكن بالنسبة لبطولة إفريقيا الناد الأهلي وضع إيه هل هيستمر على مسلسل المستوى المتزبز بالنسبة للناد الأهلي ولا هيفاجئنا المارد الأحمر ويكون عند الحدث ويرجع المارد الأحمر تاني لمستوى ونشوف مدش مغير تماماً خصوصاً البطولة المفضلة للناد الأهلي والبطولة اللي بيعرف يلعبها والبطولة اللي بيعرف يفوز بيها الناد الأهلي طبعاً في عرفنا الفترة اللي فاتت إن كان فيه صدام ما بين مسيماني والناد الأهلي لكن كانت محمود الخطيب يعني العين الحمرى المسيماني وبيطالب بعودة أحمد ياسر ريان وأليو باجي المهاجم لانكسر الدنيا في الدولة الفرنسية وأهداف وعايز يرجع ومسيماني بيتزمد ودماغه والعين الأسود يعني مش قصار مع الدماغه وعينه دي جداً يا جماعة ومصمم على عدم عودتهم وهيلعب بنفس طريقته ومصمم حتى إن في بعض المقربين قالوا له أن يغير طريقة لعبه لكن هو مصمم إنه يستمر على طريقة لعبه وزي ما فاز في البطولات وخد بطولات مع الناد الأهلي طريقته فهيستمر على نفس الطريقة ومش هيغيرها ده الفترة اللي فات ما بين شد وكاسب ما بين إدارة الناد الأهلي والكابتن موسماني لكن موسماني اللي أنا واصف فيه وبقولها إن الرجل ده عند المبارات الكبيرة يا جماعة موسماني بيعرف يدير المبارات الكبيرة شئنا أم أبينه اختلفنا أم وفقنا موسماني في المبارات الكبيرة بيديرها كويس قوي وشوفنا له أكتر من مرحلة شوفنا أول ماتش حتى ما كان قدامنا للأسف قدام الزمالكوية وعلم علينا خمسة بطريقة لعب غبية عبنا بها واستغلها ولعب بها إزاي وإزاي المبارات تلعف إنه قدر يفوز بخمسة وكان ممكن لو لو أنه خاف وتراجع لكن في الماتشات في بطولة إفريقيا شوفنا الأهلي في القاهرة مع الرجاء وراح إنك الوضع عامل إزاي الأهلي فرقة كبيرة وبتعرف ترجع المبارات وهو بمغو حلو في المبارات الكبيرة بصراحة عشان نبقى منتفقين جمهور النادي الأهلي غضبان من موسيماني لأن النادي الأهلي مش بتعود إنه يحصل دوت في الدول وخصوصا إن النادي زمالك الفاس وبعض غالبية مباراته والأهلي بيخسر ماتش من مصري وتعادل مباراتين ويخسر سبعة بنت في الجماهير الأهلي غضبانة لكن من جواها لو الناس اللي بتفهم في الأهلوية والجمهور اللي بيفهم هيعرف إنه الرجل ده عمل أرقام قوية جدا تكاد خلاص تعد جزيء الراجل ده أرقام قوية جدا مع النادي الأهلي بطولات وإفرقية وكوكوس وإفرقية كل حاجة أرقام عملها فبلاش نقلب عليه أنا واحد من الناس بقول بلاش نقلبه على موسيماني موسيماني بيعرف يدير المبارات الكبيرة أنا واحد من الناس اختلفت معاه جدا أول ما جيت وورته طلعت النادي الأهلي والراجل ده بلعب عشوية لكن اللي أقتلعت به تماما إنه في المبارات الكبيرة فوفاء ستيف جاي هي هيلعب بطريقة أكيد طريقة معينة اللي هي الدفاع المنطقة الدفاع المنطقة والمرتدات لأنه استحالة يلعب لأن الصعود للمبارات النهائية من المباراتين واحدة في القاهرة واحدة في الجزائر ملعب السلام بيحتضل المبارات إن شاء الله النادي الأهلي جاهز قال لي أنا واثق فيه إن وفاء ستيف مش هيلعب مفتوح لأي فرقة هتلعب مفتوح النادي الأهلي ده من النادي الأهلي هتشيل وتشيل كتير النادي الأهلي بيعاني أمام الفرق اللي عندها دفاع ودفاع منطقة النادي الأهلي واللي بيشوف المبارات فعلا لما النادي الأهلي لما الفرقة بتدفع دفاع بحث النادي الأهلي بيتعادي الأهلي يختف جود بالعافية فوفاء ستيف لو لقيت بطريقة دي ودفاع منطقة وأمن وعمل كسافة عدية في الورا هتتعي بالنادي الأهلي هو بقى يلما السؤال السيناريو هات هل أنت محضر للدفاعات دي محضر النوعية للدفاعات دي هتلعب بمين هتلعب ببرستاو وحسين الشحات ومحمد شريف قدام هيلعب مش هتبدأ بأحمد عبدالقادر قلت ظهرك مين هو اللعيبة كلها جاهزين ممكن محمد عبد المنعم بس الإصابة ممكن هو اللي ما يكونش موجود في المباراة بنسبة كبيرة ممكن ما يكونش موجود لكن دفاعات الندال موجود يا سيد إبراهيم موجود علي معلول موجود يا سيد إبراهيم موجود طبعا على معلول لو ما بيزيد ويلعب وراتاو هنشوف تاو في اليمين ولا في الشبان هنشوف حسين الشحات السلية وديانج قوة ضربة في نص الملعب هلا هيبقى عندهم صراحات هجومية لإن الماتش ده محتاج إنك إنت تهاجم ومحتاج إنك إنت تجيب أكتر من هدفين عشان تروح مرتاح مع إني بقولها ههو في كل الحالات النادل أهلي بيعرف يفوز إننا دل أهلي شخصيته برا ولا جوه بيعرف يفوز أنا عارف إن الجماهير بتبقى إدانة ومحتاجها تكبر هكذا أكتر من هذا في مصر رحشان تروح بتارية جزيل مرتاحة لكن النادل Estados Government مرتاحا نادي الأهلي كإفريقيا وكا إستعداد النادل أهلي هو النادل الوحيد المهيئ في إفريقيا حاليا اللي يفوز بالبطولة إفريقيا والنادل الطائل عنده المقاومات أولتها اللي تخالية ييجب ببطولة إفريقيا مرتاحا النادل أهلي هو منتخب مصر فمنتخب يليعب أندية في الدول التانية مختلف مصر يليعب أنديا في المنتخبات التانية الأندية meilleur دي كلها اللعبات في الجمالين المح تبني أي جميع أننا يقومونون بقيمة الحمد للولADE أشعر Window الهرالي هي أن هما يذاكد ، يتقومونونون بنفريد وأن يكونوا المزيدة إنية النب showing في دير المباراة جدا وبيعرف في ديرها بحنكة وبيعرف يعمل تغييرات تأثر ان شاء الله في المباراة الجاية مش هقولها صعبة لكن هو اللي مخليها صعبة مستوى نادل اهل الفاتل انتظروا شكل تاني المفروض شكل تاني الاهل بكرة ان شاء الله وفق اسطيف هيلعب دفاع منطقة وفق اسطيف اللي خرج الترجي اللي شاف المباراة الاولينية الترجي يا جماعة اكسوم بلا الترجي اربع خمس انفرادات اللي هو فق اسطيف اللي الترجي الماتش يخلص خمسة ستة للترجي ماتش مرتع لكن انفاجئنا وفق اسطيف ماتش الجزائي في تونس فازت على الترجي في تونس ماتش الزهاب كان في الجزائر الترجي مبهدل الدنيا ورايح باكتر من فرصة لكن ما فيه كانتش فيه طوفي لكن ماتش اللي كان في تونس ده اللي اتفاجئنا بقى المفروض الماتش محسوم للترجي التونسي محسوم اتفاجئنا اللي شاف المباراة انا شفتها الترجي بيضيع لكن التانين بيوصلوا بيوصلوا واحد واثنين وراحب اكتر من فرصة وعرفوا يختفوا لكن دفاعهم نقطة ضعفهم دفاعهم سهل ان الدفاعات النادل الاهلي لعبة اللي هتختاركوا لكن لو لعبوا تكتل دفاعي وعلى المرتدة ده اللي ممكن يتعبئ ده للاهلي شوية لكن اتمنى اتمنى من مسباني انه يبدأ باحمد عبدالقادر احمد عبدالقادر هو كلمة السر وفك الشفرة عند احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر اللي عيب الوحيد حاليا في مصر نوعية محمد بركاتة اللي بيقف عالقرة ويقدر يجيب اكيبين شمال نوعية بن شارع كده لعيب الوصف من نفسه وعارف كدرواته وعارف انه هيرقص وهيزيد وهيدخل وهيختارك وهيلعب عرضية هيكيب يقول يعني كلمة السر في قدر محمد عبدالقادر بيفك التلاص محمد عبدالقادر فالمفروض يكون له وجود ضروري بكرة من بداية المباراة ممكن مسلمان يقعادوا ينزل بيه هو على حسب رؤيته لان حسين الشحات انشاف مستوى لا يرجع تاني حسين الشحات برسيته وعلى علامة استفهام شوية فوق شوية تحت محمد شريف مرة اه مرة لا فان الاهلي ماتش بكرة هنشوفه هنحلله بعض المباراة وهنشوف الناد الاهلي والناد الاهلي هكيده هيبقى ماتش قوي و الناد الاهلي هيبقى موجود فتوقعاتكم عن ماتش بكرة ماتش وفاة ستيف ماتش زهاب نصف في إفريقيا الاهلي ووفاة ستيف شايفين توقعاتكم و انتم Forgive في التعليقات ومين توقعاتكم اللي هتكون هنجم المباراة اذا عجبك الفيديو اشترك في القناة و لايك و شارك و كومنت و نشوفكم تحليل فيديو جديد و نشوفكم على خير